طمأنت وزارة الصحة أن العراق تجاوز ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا ويتجه نحو انحسارها موضحة أن الخفاض بأعداد الإصابات لا يمنع من ظهور سلالات جديدة وربما تكون أشد من سابقتها لا سيما مع تراجع الإقبال في أعداد الملقحين ورجح المتحدث باسم الوزارة سيف البدر احتمالية ظهور سلالات جديدة وموجات أخرى لفيروس كورونا ما يعني البقاء ضمن المرحلة الخطيرة ما يستوجب ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية وارتداء الكمامة وأخذ اللقاح للوقات من متحويرات كورونا ومنذ الخامس من الشهر الجاري يسجل العراق معدل إصابات يومية قل عن الألف حالة ما يبعث رسائل اطمئنان بالخروج من عنق زجاجة الخطر طالما هناك إقبال على تلقي اللقاح